بغية جزم الاستثمارات للشمال السوري كيف يمكن للمعابر أن تثقل تطبيق الحلول في مواجهة التحديات وهل بإمكان المجتمع المدني ومراكز الأبحاث الإسهام في رسم نطاق يضبط جودة الاستيراد والتصدير في الشمال السوري ونقاط أخرى هي محور نقاش الحلقة الثامنية والعشرين من برنامج المجتمع والمؤسسات موطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلنا في المناطق المحررة وحول العالم وفي كل مكان نرحبكم من هنا من سوريا الحرة في حلقة جديدة من برنامج المجتمع والمؤسسات موطني بين دورها في منظومة الدولة والواقع كيف تتموضع المعابر في المشهد الاقتصادي في الشمال السوري وبين الفرص والتحديات إلى أي منهما تميل كفة المعابر في تنشيط الاستثمار وهل يمكن للمجتمع المدني ومراكز الأبحاث الإسهام في حل بعض من عقد المعابر في الشمال السوري ونقاط أخرى هي محور نقاش حلقة اليوم مع الأستاذ الدكتور عبدالله حمادة نائب رئيس مركز دراسات والأبحاث في جامعة حلب حياكم الله دكتور كما نرحب بالدكتور محمد نالي العصران نقيب الاقتصاديين حياكم الله دكتور حياك الله وبركة فيك نبدأ مع الدكتور عبدالله دكتور نعرف نحن لدينا تحديات الآن في المؤسسات نحيث الاعتراف نحيث الواقع كمنظومة الدولة المعابر الآن في الشمال السوري كيف تقيم واقعة بين ما نفترض تكون فيه وفي منظومة الدولة وبين الواقع حاليا في الشمال السوري وفيها منافس داخلية وفي حركة من خلال المعابر هذه للمناطق المحررة في الشمال السوري أهمية المعابر كونه هي الحقيقة المنفذ الوحيد للشعب السوري لكي يعيش في المناطق المحررة فقوة من قوة الحاجة لكل المواد الداخلي أو الخارجي المصدرة من المناطق المحررة عن طريق تركيا إلى العالم أو باتجاه المنافذ الداخلية من المناطق المحررة أو باتجاه المنافذ الداخلية الموجودة في سوريا حقيقة إلى قوة اقتصادية قوية جدا ممكن تساهم معنا في تنشيط المنطقة وتأمين الاحتياجات الأساسية إن كان بموضوع الحاجات الاجتماعية أو موضوع حاجات الاقتصادية والاستثمارية طيب دكتور ضمن هذا الواقع هل يعني يكون في تضخم بدورة ولا فعلا عبقل هي يعني مساهمة في استجابة الاحتياجات الناس حقيقة الأمر بدون المعابر لا يمكن للناس أنه تعيش في منطقة محدودة مغلقة فدوره له دور قوي جدا جدا في تأمين الاحتياجات الأساسية وتأمين الاحتياجات التنمية الاقتصادية دكتور محمد بشكل عام كيف تساهم المعابر في تحريك عجلة الاقتصاد وبشكل خاص فيما يخص جزم الاستثمارات أو تنشيط قطع الاستثمار بسم الله الرحمن الرحيم لا قوة إلا بالله اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحقيقة كما ذكر زميلي دكتور عبدالله أن المعابر هي المنفذ أو البارقة التي يعيش من خلالها سكان هذه المناطق المحصورة بكل معنى الكريم المعابر من خلال أنها كونها منفذ للاستيراد أو للتصدير نستطيع من خلالها إذا كان هناك صناعات إذا كان هناك إنتاج إذا كان هناك حركة تدوير للمال للتشغيل أن تصدر وبالتالي أن تستمر في الإنتاج أن تستورد في احتياجاتك وبالتالي كلما كان هناك حركة سلسة في المعابر كلما قوى ذلك عجلة الاقتصاد في الداخل وبالتالي جذب المستثمرين والعكس بالعكس فإن كانت المعابر غير متاحة أو هناك تضييق في المعابر سيكون ذلك عقبي في وجه المستثمرين من أجل الاستثمار في الداخل فبالتالي كلما كان هناك تسهيلات في المعابر كلما كان هناك ضبط لعملية إدارة المعابر كلما كان ذلك مقون للاقتصاد في المناطق المحررة وأيضا مقون أو حافظ محافظ أساسي لجذب الاستثمارات نعم أعود الدكتور عبد الله في هذا السياق الدكتور عبد الله الدكتور محمد عبي يتفضل أنه بوابة الاستيراد والتصدير والتعامل مع الاستثمارين هو المعابر طيب نحن الآن في ظل أن المؤسسات الحكومية عبت عادي من غياب الاعتراف القانوني مع الدول فيه سيناريوهات بديلة ممكن نعمل عليها لتنشيط الاستيراد التصدير لحل مشاكل قانونية ممكن نسرد شهادة المنشأ أو تحديات أخرى عبتواجر حاليا لحركة على المعابر بشكل عام عمليات الاستيراد عبتتم ما فيها مشكلة نهائية يعني كل المواد اللي عب يحتاجها الصناعيين أو منحتاجها بحياتنا اليومية عبتتم استيرادها بشكل نظامي بوسائق نظامية وبيانات استيراد نظامية معتمدة أما بالنسبة لعملية التصدير هناك بعض الصعوبات التي تواجه الصناعيين خاصة أو التجار في تصدير منتجاتهم إلى تركيا أو خارج تركيا من الوثائق الوثائق إن كانت شهادة المنشأ أو كانت البيان جمهوركي أو الفاتورة أو شهادة الجودي يعني شهادة اليورو المعتمدة في تركيا هذول صريحة معتمدات غير من تركيا فقط فتركيا اعتمدت شهادات المنشأ الصادرة من المناطق والمحررة أما لخارج العالم فهناك حركات عبدتم يعني سيناريو هي التصدير لتركيا ومن تركيا عبدتم إصدار شهادات منشأ تركيا وتصديرها إلى العالم الخارجي لكل دول العالم حقيقة هي التحدي لكن عبدتم التغلب عليه وإن شاء الله حاليا عبدتم يعمل على إقامة مثلا مناطق حرة في تركيا تكون مرخص فيها للصناعيين السوريين موجودين في المناطق حرة يرخصوا في تركيا ومن خلالها بيأخذوا شهادات منشأ تركية وبيتم تصديرها عبر العالم دكتور محمد ذكر الدكتور عبدالله أنه أحد الحلول الآن عبدتم يكون في عنا شهادة منشأ من تركيا أو حتى سيناريو مناطق الحرة بدنا نشرح للمشاهد كيف ممكن المناطق الحرة بمساهمة المعابر تخلق حلول اقتصادية وحلول استثمارية في المناطق المحررة يمكن ذكر الدكتور عبدالله نقطة مهمة جدا وهي إقامة المناطق الحرة سواء كانت مناطق حرة مشتركة وهو الأجدر والأجدال لواقعنا الحالي مع الجارة التركية لأنها المنفذ الوحيد الآن المتاح أمام المناطق المحررة تقام على الراضي التركية بمعتبار تركيا تكون حريصة على آمنها وعلى عدم تعدي القوانين الدولية أو المتطلبات الدولية لإقامة مناطق الحرة من خلالها يمكن يكون المنتج الاقتصادي الذي ينتج في المناطق المحررة تقرروا على المناطق الحرة وهي ومن هناك يأخذ شهادة منشأ ويتصدر هاي حل حل الآخر أنه كان في السابق حتى ذكر دكتور عبدالله سابقا لما كانوا في الحكومة كان في شهادة منشأ معترف فيها من الدول من بقية بعض الدول تصدر على الحكومة المؤقتة ثم نقلت هذه الشهادة إلى المجالس المحلية ثم بعد ذلك هناك بعض الدول لم تعود تعترف فيها لو تكاتفت الجهود وتم الإلحاح على طلب اعتماد شهادة منشأ معتمدي من الحكومة المؤقتة أعتقد هذا حل من حلول لو دورنا على حلول أخرى أنه يكون فيها في إقامة شركات مع شركاء أتراك لكن بشكل يكون يضمن عدم أو تساوي التقاسم منافع بين الطرفين وليس تغليب طرف على طرف مقابل شهادة منشأ هناك بعض التجار كما تعلمون يعتمد على شهادة منشأ من النظام إذن لابد من إيجاد حلول محلية ما استطعنا بطريقة أو بأخرى لإيجاد حل مشكلة شهادة منشأ المشكلة الأكبر أستاذ علي ليست فقط شهادة منشأ المشكلة الأكبر وهي مشكلة التحويل تحويل المال سواء كان استرادا أو تصديرا أنا عندما أريد أن أستورد بدلا أن أستورد عن طريق تاجر سوري مقيم في تركيا يأخذ المنافع معظمها أو تاجر أختركي أيضا ممكن يأخذ منافع معظمها لإستيراد أو بالتالي ينعكس ذلك على تكلفة المنتج المستورد لا أنا ممكن أعمل إستيراد مباشر عن طريق فتح اعتماد مستندي لكن حتى الآن غير متاحة فإذا لابد من البحث أيضا عن وسائل لفتح الاعتمادات مستندي معتمدي ومقبولي وغير ما نقول محجوب دوليا نعم دكتور عبدالله يعني نحن الآن نقارب السنة 13 تقريبا على ذكرى السورة وذكرت أحد السيناريات هي المناطق الحرة وأيضا ممكن نحكي بما يخص تحويلات مالية فروع بنقية وكذا ما هي التحديات التي تعيق إنشاء هذه المنطقة الحرة كونها تشكل حل وممكن أن تتجاوز التحديات التي يواجه دول جوار في التعاطي مع مؤسسات في الشمال السوري بارك الله فيكم أشار الدكتور محمد زميننا اللي يحفظه على إنشاء مناطق حرة على الحدود يعني حرة مشتركة ما بين دولتين على الحدود بين تركيا والمناطق المحررة السورية لكن المشكلة التحدي أنه المناطق المحررة هون لا تعتمد من قبل الأمم المتحدة كدولة لذلك لما بتحسن تركيا تنشئ المنطق الحرة الحدودية وكانت هي أسهل منطقة بصراحة وأفضل إنها بكثير لأن دخول الصناعيين والتجار إلىها كان مباشرة من سوريا إلى بدخل مباشرة وضمن بالتم إقامة المؤسسات المالية إن كانت البنوك أو شركات التأمين أو شركات شحن الدولية هذا التحدي لذلك نلجأ للمناطق الحرة المقامة في تركيا ضمن تركيا فهذا قرار تركي ما بيهم أي دولة أخرى لكن هون بيتطلب من جارتنا تركيا المساهمة في دخول التجار السوريين مباشرة من سوريا إلى المنطقة الحرة بشكل ترانزيت بدون تسهيل عمليات الدخول وخروجهم بشكل سريع جدا بحيث يباشروا أعمالهم ضمن المنطقة الحرة وبيباشروا إنتاجهم وبيشاشروا تجارتهم وبيكون ضمن المناطق الحرة هاي أيضا بنوك بحيث يفتحوا فيها حساباتهم بيكون في شركات تأمين بيأمنوا على بضاعهم وشركات شحن مباشرة تنطلق منها فهي بتكون أقرب للواقع في الوقت الحالي إذن مناطق حرة داخل التركي ممكن أن تساهم في تقديم الحلول فيما يخص ديات لعب تواجه الصناعيين والتجار في المناطق المحرة نعم عزائي المشاهدين بعض الفاصل مؤتمر الاستثمار عقد في الشمال ونقاط أخرى لا تذهبوا بعيدا لحظات ونعود إليكم أهلا وسهلا بكم عزائي المشاهدين من جديد قبل الفاصل ناقشنا إمكانية إطلاق مناطق حرة على الحدود السورية وأيضا في الداخل التركي نعود للدكتور محمد دكتور محمد سنتوقف أيضا مع موضوع التسهيلات المالية هل من حلول من خلال بنك دولي من خلال مؤسسات مالية دولية ممكن أن يتلجأ لها المؤسسات الحكومية للتعاملات المالية مثل قضية البيتاتي الآن الموجودة في المناطق المحررة بارك الله فيك الحقيقة أنه موضوع التحويلات المالية من أعقد التحديات التي تعجل استثمار في المناطق المحررة لكن كل تحدي لابد أن نبحث عن مكونات وعن معطيات لتحويل هذا التحدي إلى فرصة نستفيد منها البيتاتي هو مؤسس بريد وإلا لما استطاعت تركيا والله أعلم أن تفتتح هذه المؤسسة لكن لها مزايا أخرى مثل ما بتعرف تحويلها الحوالات المالية اللي بتصير عليها مثلا وضيق لكن هي مؤسسة بريدية لذلك افتتحات الآن هل يستطيع افتتاح بنك؟ بالجهود المحلية صعب لكن ممكن يكفي عندنا أكثر من طريق الآن هناك بعض المساعي لإفتتاح بنك بعض الشركات مثل أعتقد شركة STB الآن في صدد إنشاء بنك لا أعرف إذا إلى أي مرحلة يوصله لكن الأهم أنه لابد من كما ذكرنا من الضغط دوليا للسماح بافتتاح فروع البنوك أو لو فكرنا بأنه يكون عن طريق النظام نفسه يعني عن طريق النظام يفتتح يلزم بالضغط دولي يلزم بالسماح لبعض الدول يفتتاح بنوك أو يستماح بتحويل مالي كما الآن في معبر باب الهوى مثلا هو يلزم بأن يوافق على دوليا ونفس الفكرة لا بد أن تكون بهذه الطريقة وإلا لن يكون هناك تحويل مالي مقبول لأنه في التحليل السوفت دائما يكون مراقبة دولية فالدول بدها لحتى تفتح فرع البنك بدها موافق الدولي الأخرى ونحن عنا لا يوجد نظام هون الآن وبالتالي نحن سنبقى بدون مؤسسات مالية تقبل تحويل مالي إذا لابد من البحث عن طريقة أخرى للوصول إلى هذه التحويلات المالية دكتور عبد الله لدينا الآن مدن صناعية في المناطق المحرارة هذه المدن مع عامل ومنتجات وما هي أبرز التحديات من وجهة نظرك التي عبدت تواجهها هذه المدن الصناعية المعامل الموجودة في هذه المدن حقيقة الأمر الحمد لله رب العالمين تم إنشاء مناطق صناعية المنطقة السابعة خائد الإنشاء ورح تأمن فرص عمل جيدة إن شاء الله مثل ما أعرضوا في مؤتمر الاستثمار المناطق الصناعية أهم شيء ومشكلة وجود الآلات استيراد الآلات وأيضا إصلاح الآلات التي تتعطل التي هي خارج المناطق المحررة تحتاج إلى الدخول إلى تركيا فهي بحاجة إلى موافقات كثيرة وأيضا تأمين المواد الأولية بالكميات المطلوبة لأنتاجهم وأهم ما يواجهها بصراحة سوق التصريف يعني المنطقة الصناعية أنتجت أنتجت لكن إذا لم يكن هناك سوق التصريف فهي مشكلة وهنا يلعب دور المعبر الحقيقة في تأمين آلي لتصدير البضائع من المناطق المحررة من مناطق الصناعية في المناطق المحررة كون هي منتجات فائضة عن الحاجة هل باعتقادك حاليا إدارة المعابر من خلال الرسوم أو الضرائب على الاستيراد تسهم في حماية المنتج المحلي؟ بالطبيعي جدا من يعني مثل يعني حماية المنتج تبدأ في رسوم الاستيراد أو منع بضائع يتم إنتاجها محليا أو رفع رسوم التارفي الجمهورية على هذه البضائع المنتج المحلي حماية المنتج المحلي بالإضافة أنه في بعض المنتجات المنافسة قوية خارجية هون بصراحة نلجأ لموضوع منع استيرادة للمناطق الدور الآن هو على إدارة المعابر وأيضا الدور على الجانب التركي لأن يتم رسم السياتات بالتوازي ما بين إدارة المعبر السوري وإدارة المعبر التركي كتور محمد في 17-18 في الشهر الجاري يعني عقد مؤتمر السسمار الأول في الشمال السولي ما هي بالأرقام ما هي أبرز فعاليات هذا المؤتمر الحقيقة المؤتمر كان فيه مثل ما بتعرف كان فيه مصاحب معه المعرض اللي مدت أربعة أيام هو المؤتمر اللي كان ليومين للمعرض كان أربعة أيام المعرض كان فيه تقريبا حوالي كل المدرم الصناعية كانوا مشتركين مشاركين في استندات كان لدينا خمسين استند معروضين فيه ما هو تعرض فيه المنتجات الصناعية في المؤتمر كان فيه عندك على مدار يومين عدة جلسات فيها عرضت فيها 12 ورقة بحثية لباحثين أكاديميين حكمت وهذه البحث كلها كانت تتناول قضايا حساسي ومهمي في ما يتعلق بالاستثمار أيضا كان فيه عندنا حوالي تقريبا 22 ورقة عمل إضافي إلى كان لدينا 15 أو 16 قصة نجاح وقصة نجاحية جاي من أرض الواقع من رحم الواقع فهذه كل هذه كانت تبيننا إلى أي مدى هناك نهوض في هذا الواقع الاستثماري الذي نعيشه في المناطق المحررة المؤتمر أيضا كان فيه جذب لمستثمرين سواء كانوا عرب أو كان أجانب يعني غير سوريين أو غير عرب حتى كان أيضا فيه عندنا مستثمرين محليين من مناطق متعددي كل ذلك كان فيه على مدى جلسة يومين على جلسات في يومين كان تم النقاش في قضايا الاستثمار في هذين يومين اللي نحن شفناهن أرز بكل معنى الكريم دكتور عبد الله ذكر دكتور محمد أن المؤتمر تناول أوراق بحسية وأوراق عمل وقصص نجاح وأيضا كان هناك معرض هل قدمت الأوراق البحسية أو أوراق العمل حلولا سيناريوهات حلول مقترحات حلول تسهم في تفعيل المعابر ويعني حيوية هذه المعابر لتنشيط الاقتصاد والاستثمارات في شمال السوري حقيقة أهم الأبحاث التي قدمت هي كانت أطلقت إضاءات على واقع الاستثمار أهم التحديات التي بوجهها الاستثمار في المناطق المحررة وأيضا كان هناك لدينا مقترحات جيدة جدا في تنشيط الاستثمار منا مشكلة حل مشكلة شهادة المنشأ منا نقاط القوي والضعف الموجودة كيفية النقل البضائع من ترانزيت من المناطق المحررة إلى منطقة تل أبيض وعين رأس العين منا مثلا الطاقة الكهربائية وكيفية تأمينها عن طريق الكهرباء عن طاقة الشمسية فكانت فيه كثير إضاءة تأمين شركات شراكة على شركات شحن دولية منا على تأمين شركات تأمين للتأمين على البضائع والأشخاص العاملين في المناطق فكان فيه إطلاقات إضاءات جيدة على واقع الاستثمار والتحديات ومنا طبعا سنضيق الاستثمار لتنويل المشاريع وحاضينات الأعمال للمشاريع الصغيرة أساليب التنويل وهيكل التنويل اللي أطلقوها كان فيه إضاءات جيدة على أليت حل المشاكل اللي بتعترض المناطق المحررة في ناحية الاستثمار والصناعات يكتور محمد نحن الآن لدينا في الشمال السوري لدينا معابر على الحدود مع تركيا ولدينا أيضا منافس بينية داخلية مع مختلف السلطات المنتشرة في الشمال السوري في ظل هذا الواقع كيف يمكن ضبط في رحلة الاستيراد والتصدير وحركة المواد كيف يمكن نضبط جودة المواد مع اختلاف السلطات ووجود منافس بينية ومعابر تضمن جودة المنتج الموجود في الشمال السوري الآن يعني أقل لك شغل يمكن أن ننطلق من الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كنتم ثلاثا فأمروا فطالما أن هناك معابر ومنافذ حدود لابد من أن يكون هناك قيادة موحدة هذه القيادة لما نعملها لمركزية لكن لابد أن يكون هناك قيادة موحدة لابد من تمكين الحكومة الحكومة الآن بممثل بوزارة المالية تدير المعابر فلابد من تمكينها أعطاها قوة لإدارة هذه المعابر عندها نستطيع أن نسألها هذه الحكومة عندما تصبح ممكنة في إدارة المعابر ستستطيع أن تضع تخطيط خطة ستستطيع أن تضع أليات وإجراءات رقابي وبالتالي يمكنها من ضبط الاستيراد هناك منع للاستيراد بعض المنتجات مثلا من بعض الدول التي لا تعتبر من الدول الصديقة بل من الدول المعادي للثورة السورية كإيران كإسرائيل منتجات إيرانية نعراها أحيانا في السوق من أين تأتي؟ لأنه لا يوجد ضبط لماذا لا يوجد ضبط؟ لأنه لا يوجد تمكين لأنه عندما يوجد تمكين للحكومة ستقوم بإجراءاتها سنسألها إذا أخلت لكن إذا لن نستطيع أن نمكن الحكومة فعندها لن نستطيع أن نسألها نسألها فوض السلطة ثم سائل فلابد إذا إذا استطعنا أن نمكن الحكومة من ضبط المعابر والمعابر سواء كانت المحلي وعلى فكرة المعابر البيني يجب أن تدار بذات الطريقة يعني هناك مصلحة أحياناً في فتح معابر بينه وبين النظام هناك أحياناً مصلحة للثورة للمناطق المحررة بأن تفتح معابر قسد ولكن وفق ما تقتضيه مصلحة الثورة ما تقتضيه مصلحة المناطق المحررة من يدير هذا الكلام؟ الجهة المعنية الوزارة المالية الحكومة المؤقتة عندها نسألها إذا أخلت في ذلك لكن لا نستطيع أن نسأل جهة دون أن نمكنها دون أن نفوض لها الصلاحية إذن هناك خلل من خلال عدم تمكين الحكومة هناك خلل في ضبط جودة المواد وبالتالي يحتاج الأمر تمكين للحكومة لإصلاح هذا الخلل وبالتالي الرقابة المخابر التحاليل الجودي المحتياج يعني ذكر الدكرة عبدالله حضرتك ذكرت الاحتياج المنتج المحلي كان في عنا بندورة إيرانية تنافس بندورة سورية المزارع السورية يحرق حرك لحتى يطلع منتجه بفجأة بلاك حاله يتنافس مع منتج ما نقادر نفسه لأنه تكلفته أقل بكتير طيب لصالح من هذا الكلام؟ من من؟ من دولة تقتل أبنائنا في الداخل السوري بشكل كامل نعم أعود لدكتور عبدالله دكتور جذب الاستثمارات خاصة في واقع منطقة شبه معزولة من منطقتنا يحتاج بعض التسهيلات من دول جوار خاصة نحن بالنسبة أننا معنيه بدرجة الأولى تركية يعني حدودنا مع الدولة تركية برأيك هل منسبة القانونية يمكن الاعتماد على الاستفادة منها في تسهيل استيراد التظهيل من قبل الجانب التركي؟ مثل ما حكينا مثلا وجود مناطق محررة مناطق حرة في تركيا إذا سهلت أن الجارة التركية تأمين هالمناطق هاي تأمين فرع للبنك ضمن المعبر يعني فرع للبنك تركي معتمد ضمن المعبر مو يكون في المناطق المحررة يكون في نقطة الصفر في المعبر بحيث يصل له التجار بيحسن يفتحوا فيه الاعتمادات بيحسن يتموا العميات التحويل عليه وطبعا أكيد يكون له رسوم ورح يربح البنك وجود آلية معينة لمساعدة الجانب السوري برسم سياسات اللي هي سياسات خاصة بالمعبر خاصة مثلا لأحد التعريف الجمهوريكية تندرس بواقع المنطقة المحررة وليس بواقع التركي يعني مناطق المحررة نحن السلع هالسلع هاي بدنا تصل لعنا مخفض لرسم الجمهوري هاي البضاعة ما بدنا تجي لعنا بكميات كبيرة من الفعل الرسم الجمهوري هاي المنطقة مثلا من كلمة من الكلمات أنه من جانب التركي نحن بضاعة الإيرانية عندنا منع إلى البضاعة الروسية عندنا منع إلى الإسرائيل عندنا منع إلى لكن بتم دخالها من تركيا أنه لا هني بالنسبة لون ما في عندهم منع فوجود علاقات علاقات وجود هايك التشريعات يساعدون فيها بالإضافة طبعا لتقويت البنية التشريعية اللي عندنا الموجودة مثل ما أزهر بعض الدراسات أنه هي بصراحة تعاني من ضعف ما وأيضا ممكن لتركيا تقوي الواقع الأمني اللي كتير من المستثميرين بحاولوا يهربوا منه في المناطق المحررة عن طريق تدريب عن طريق تهيل الأشخاص القائمين في المناطق المحررة على الأمور تأمين بعض التشريعات الخاصة في كيفية ملاحقة المخالفين خلينا أقول المجرمين بكلمة صعبة شوي للأنظمة والقوانين اللي هي خاصة واللي بتدعمنا في المناطق المحررة كتير محمد في المحور الأخير كمجتمع مدني كنقابات وكمراكز أبحاث كيف كنت ساهمه في تأهيل أو تطوير عمل المعابر في الشمال السوري يمكن لحتى تقدر أنت تعمل كمنظمة مستعمل مدني سواء كنت مركز الدراسات أو مركز بحوث أو حتى نقابي لابد من وجود بيانات كل مكان لديك بيانات كل مكان عندك إفصاح يستطيع المركز الدراسات أو النقابي أن تجمع هذه البيانات ثم توجي عليها الدراسات من يجلو وصول للنتائج أو مقتراحات تقدمها للأسف الشديد الآن ما في بيانات وعدم وجود مراكز دعم القرار هي مشكلتنا الحقيقية الآن مراكز دراسات عندنا في المناطق المحرفة فيها يمكن حوالي خمسة مراكز على الأقل وهي لا تأخذ منحة التي هي مراكز دراسات المدعمة للقرار نحن بيحاجة ليش؟ لأنه ما عندها بيانات ما متاح تحت إذا بيانات إذن كل ما وهذا الكلام نرجع للفكرة اللي كنا عم نقولها عدم التمكين إن لو كان هناك تمكين لجهة محددة تستطاعت أن تجمع بيانات تفسح عن هذه البيانات تستطيع الجهة المعنية أن تأخذ هذه البيانات ثم توجد عليها المعالجة من أجل وصول إلى دعم قرار فبالتالي تكون هذه المنظمات سواء منظمات مجتمع داني لقابات سواء كانت مراكز دراسات أن تقوم بدورها الدور الأساسي وهو مدعم لاتخاذ القرار أن تتكاتف أن تقدم مشورة أن تقدم معوني أن تقدم خدمي لمتخذ القرار لكن الآن بغياب هذا الكلام نحاول ذلك لكن كمن يتخبط بالعشاء الليلي نعم في غتامة هذه الحلقة لا يسعنا لنشكر لأستاذ الدكتور عبدالله حمادي نائب رئيس مركز دراسات والأبحاث في جماعة حلف المناطق محرار رح هيكم الله دكتور شكرا استاذ علي والشكر موصول أيضا للدكتور محمد نادر العثمان النقيب الاقتصادي شكرا جزيلا شكرا جزيلا لألك شكرا لألك استاذ علي يا أهلا وسهلا والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين يقال من لم يكن طعامه من فأسه لن يكون قراره من رأسه على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة هذا علي حلاق يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة